قال هل يستجيب الله دعاء شخص الشخص ذا جماعة ملخص السؤال قال سرق سرق له أشياء وذكر أموال أمواله وذكر ملابس وقال الزولة بعد تاب استحى يرجع الأموال والملابس وأحياناً بيكون لابسة وبيدعو وهل واجب عليه شنو فذا جماعة ذا شنو ده السؤال لأننا نقول الجواب فيه تفصيل باختصار شديد الأول التفصيل الأول ما دام هو يلبس هذه الملابس ويأكل هذه الأموال ولم يرجعها فهذا على خطر لا نقول بأن الله يستجيب دعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل هذا الشاهد من الحديث ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومضعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنه يستجاب له في لفظه أنه يستجاب له أنه يعني كيف يعني كيف يستجيب الله له ما دام أنه يلبس يلبس الحرام ويأكل الحرام وهكذا وشرب الحرام الواجب على الزول لا جماعة إذا أراد أن يستجيب الله دعاه أن يتوب توبة النصوحة وقال تاب تاب دا لو لو سأل الله بعيد من محل الهدوم بعيد والأموال سأل الله الله يستجيب له سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني استجيب لكم لكن الهدوم دوله والأشياء دي العلم قالوا يردها لأن الإمام النوي قال التوبة عندها ثلاثة شروط لو ازنب بينك وبين الله الشرط الأول الندم تند منك فعلت المعصية والشرط الثاني الإقلاع عن الذنب يعني دار تتوب من مسلسل ما تقول إلا الحلقة الأخيرة تتوب الآن والشرط الثالث العزم على ألا يعود إليها مرة أخرى دلو الزانب بينك وبين الله لو في حقوق للآخرين ترد الحقوق إلى شنو؟ إلى أهلها ساركت تقوم ترجع شنو؟ القروش وكذا لكن في مسألتين هنا المزاة الأولى فيها إن المال لا جماعة ما دام شالوا بالخفاء يردوا برضو بشنو؟ بالخفاء أنت شغال في دكانه كل مرة شنو؟ بتشيل بالدس وتكشكش الفكة وعمك بيكون بعيد كشكش الله وتقول له رميت لي جنيهين ما رميت أيش تكشكشتها ساي بشيل لك بس حيات تمش هنا بترد الحاجة شنو؟ بالخفاء برضو ليه بتردها في الخفاء؟ لأنه لمن تردها الحمد لله ردت الحق الشيء الحق إلى أهلي وبالخفاء لأنه لو جيت وقلت لأنا ساركت متوبت أو شي بتحصل شنو؟ ما بسهده والشي مجهد أشياء كثيرة جدا يقول لك أيهاو في ساعة برضو ما لقيتها تكون ترمت ويت من زمان وتحصل عداوة والشريعة ما جاد بشنو؟ بالعداوة بالعداوة بين أهلي الحق والخير فهي تردها شنو؟ بالخفاء جيد بالخفاء تردها أزول صاحب الحق ده لو مات وعنده ورثة تردها لي ورثه لو مات ولا اختفى وما عنده ورثة أنت بعد ذات الصدق بالحاجة وتنوبا أن الصدق تصل لشنو؟ لصاحبها لكن كون أنت لابس الهدوم أنت مات و ابتدأت دوبتك ده ما تمت هو شيء ترجع شنو؟ الحقوق ده الشرطة الرابع من شروط التوبة رجع الهدوم ورجع القروش والساعة كمان إن قلت الساعة ويدعو بها مجاسفة عجيبة لكن برضو كتب السؤال ذا فيه خير كونه دا العرفة الحق ذا فيه خير فالزولة جماعة قال من حلف بغير الله هو كافر النبي عليه الصلاة والسلام قال في سنن الترمذي وحسنه لألباني من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك تعلم بغير الله وحاد فلان وحاد فلان وحاد يناي وحاد كذا وكذا دا كفر وشرك لو عظمت الحلف دا كتعظيمك لله أو أشد دا كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام وأما إن عظمت تحليفك حلفك بالله أشد من حلفك بفلان فدا كفر أصغر لكن هو أكبر من المعاصي كما قال أهل العلم قال الكفر الأصغر أكبر من شنو المعاصي من في كل الأحوال يا جماعة الزول ما يحلف إلا شنو إلا بالله كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب أو خير لي من أن أحلف بغير الله شنو صادقا صادقا لأنه إذك معصية وعندها كفارة ودي كفر بالله سبحانه وتعالى على هذا التفصيل